أعلنت شركة بينون للطاقة الشمسية المشروع المشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر ومجموعة الاستثمار وإدارة الأصول الفنلندية تاليري عن التدشين الرسمي لمحطة بينون للطاقة الشمسية في المملكة الأردنية الهشمية الشقيقة تقرير مرسلتنا سلوى السوالقة من عمالنا شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر تدشن محطة بينون للطاقة الشمسية في منطقة الموجر شرق العاصمة عمان وتعد هذه المحطة الأكبر من نوعها في الأردن بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاوات ويلبي هذا المشروع الضخم الذي يعتبر نتاج دعم إماراتي وشراكة مع الأردن احتياجات الطاقة السنوية لقرابة 160 ألف منزل تم التوقيع على هامش كوب 27 في شرم الشيخ على مذكر التفاهم لاستكشاف آفاق جديدة في مجال الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء وماضونة على هذا الدرب بالإضافة إلى الكثير من استكشاف آفاق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بما يعود بالنفع على شعوب منطقتنا وعلى بلدنا نسعى جاهدين مع إخواننا وشقائنا في المنطقة وبالأخص زملائنا في الحكومة في المملكة الأردنية هاشمية الشقيقة بأن نعمل جاهدين لنشر حلول الطاقة المتجددة وكذلك التصدي من خلال مبادرات فعالة ذات نتائج للتصدي لتداعيات تغير المناخي وأن يكون لها أثر إقليمي وعالمي وتضم محطة بينونة للطاقة الشمسية الكهرضوئية 740 ألف لوح شمسي تغطي مساحة تبلغ 600 هكتار ومن المفترض أنها ستوفر نصف حاجة المملكة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 كهدف استراتيجي تسعى له كما أنها تساهم في تفادي إطلاق 360 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون مثل مشروع بينونة طبعا الأردن معروفة بالريادة في مجال الطاقة المتجددة ولذلك وجود الابتكارات العلمية والتكنولوجية الموجودة واستخدامها ومثل ما يقولون بلورتها في مشاريع مثل هذه على أرض الواقع يساعد على الحصول على طاقة نظيفة أولا ثانيا الله سبحانه وتعالى حب المملكة الأردنية الهاشمية بموارد طبيعية ممكن أن تستغل ولذلك وجود مثل هذه المشاريع وهذه التكنولوجيا يساعد المملكة بالوصول إلى أهدافها والحد من التحديات المناخية ويعد هذا المشروع الثاني لمصدر الإماراتية في الأردن حيث سبقه مشروع محطة الطفلة لطاقة الرياح أول مشروع تجاري لطاقة الرياح على مستوى المرافق في الشرق الأوسط والذي أسهم بنسبة 3% من القدرة الإجمالية للطاقة في الأردن أي ما يعادل 117 ميجاوات وتساهم هذه المشاريع ذات البعد الاستراتيجي في التخفيف من مشكلة تأمين مصادر الطاقة إضافة إلى توفير مصادر متنوعة ونظيفة منها وسد هذه الفجوة التي تواجه المملكة علما أنها تستولد معظم احتياجاتها من الطاقة وبنسبة تفوق الـ 90% لأخبار الإمارات سلوى سوالق من منطقة لبوكر شرق العاصمة عمان